نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أته اليقين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أمال فكان من خواتيم ما وصلنا إليه من القاعدة المقررة في كتاب الله جلال أن الشعور بالقوة بسبب الجمعية أعني ها هنا شعور بأن للاجتماع قوة يمكن أن تنفع في مواجهة الحقي فذلك أمر باطل في كتاب الله جل وعلا كما هو مقرر في سننه وأن الباطل عادة ما يتكتل عبر التاريخ لواجه الحق ولكن المآل دائما أن الحق غالب مهما كان قليلا لأن الله جل وعلا هو الذي ينصر الحق وقد سبق في ذلك ما يصر الله جل وعلا من كلامه أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع سيهزم الجمع أي وصفهم بهذا الوصف كما بينا وذكرنا سيهزم الجمع ويولون الدبور بل الساعة موعدهم وهذه بل التي من معانيها أنها تضرب عما قبلها بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر نعوذ بالله من هولها فالله جل وعلا سبحانه رغم ما يذكره الكفار من عد وعتداد وعتاد كل ذلك في نهاية المطاف أمر دنيوي وواضح جدا أن الكفار لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بالآخرة ولذلك فإن هذا الخطاب في أصليه موزع إلى المؤمنين بل الساعة موعدهم أي اسمعوا أيها المؤمنون أنتم بالدرجة الأولى وبالقصد الأول وبالعصالة وبالتبع من كان يسمع من الكفار بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر أي أن المؤمن ينبغي أن يضع في حسابه وهو يخوض معركة الحق في نفسه وفيما حوله ينبغي أن يضع في حسابه أن الفصل الكامل لن يكون في الدنيا للدنيا فواصل ومحطات يفسر فيها بين الحقيق والباطل ولكن كمال الفصلي إنما هو في الآخرة وهذا شيء مهم جدا ولذلك جاءت بل هذه خطابا للمؤمن بالقصد الأول لأن الكافر أصلا لا يؤمن بالآخرة فما يفيد أن يخاطب بأنه سيعذب في الآخرة وأنه وأنه لو كان يؤمن بالآخرة حقا أو حتى يظن شيئا من الظن أنه قد يكون هناك بعثون وقد يكون عذاب في الآخرة لا أفكر ولا قدر ولا يعني رجع نفسه وأمره ولذلك فالمؤمن هو الذي نبغي أن يسمع هذا الكلام الكلام الذي خطب به الكفار ولكن بما لهم من مآل وخطب به المؤمنون بما يستفيدونه من تزكية وتربية وزيادة خشية لله بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر أدهى أي أخطروا وأعظموا وأفضعوا وأرهبوا وأمروا ذوقا لأن العذاب نعوذ بالله منه يذاق كل أموري لإحساس ذوقيات سواء كانت بصريات أو سمعيات أو حسيات لمسيات أو ذوقيات لسانيات كل ذلك ذوق من أي تمطاق والعذاب نعوذ بالله يأتي على الكفار من كل هذه الجهات قبل أن ننتقل إلى ما بعدها من قوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر قبل ذلك قبل فصلي وبيان مآل المجرم فلابد من إشارة إلى ما نبين الآن من أن المؤمن ينبغي أن يضع في حسابه كما ذكرت أن الفصل التام الكامل ليس بالضرورة أن يكون في الدنيا بل هو لا وجود له في الدنيا لا وجود له في الدنيا يعني حينما تحاكم شخصا وتخاصمه وترافعه في المحاكم الإدارية البشرية الدنيوية معروفة المراحل يعني المحاكم من محكمة ابتدائية وبعدها استئناف وبعد ذلك إلى المحكمة العلية النقض الإبرام وإنتهي الأمر يعني محطات معروفة نظام المحاكم وتكون مسئلة قد انتهت في الفكر البشري والنفسية البشرية يعني حتى اللي كيتترافع وكيتتحكم حتى كي وصلت للخر وينتهي الأمر صافي ما بقى ما يدار انتهى يعني المشروع البشري في مجال العدالة هذا حدو ينتهي هناك ولا يمكن أن يزاد عليه لكن الشيء اللطيف والعجيب في التشريع الإسلامي أن الله جل وعلا أرغم ما أنزل سبحانه من التشريعات في مجال القضاء وفي مجال التدافع العام مش غير فقط في الأمور يعني الجنايات المحاكم لا مجال التدافع العام يعني الخصومات وصفة عما على المستوى البشري يعني الجزء الصغير الأسري مثلا الاجتماعي تجاري كذلك المدنيين آخرين أو على المستوى الدولي في تدافع الحضرات في المبناء في تدافع العقل والباطل بصفة عامة أي كانت صورته سواء كان كليا يعني عام كتدافع الحضرات وتداخلها أو كان يعني جزئيا أو كان صغير في جميع الأحوال رب العالمين يبني ذلك كله هذه كانت تكلم لبعا التشريعات يعني لما كانت نزل هذا يعني هكذا يجب أن يكون الأمر هذه حدود هذه محرمات هذه واجبات هذه اعتداءات هذه يعني جرائم هذه جناح هذه كده حينما تنزل تلك تشريعات من حدود وتعازيل في مجال العقوبات الأخيرة كل ذلك حينما يتعلق الأمر فيه بالفصل الدنيوي لا يجعله الله نهاية المطاف أبدا ما كيدلوش ربي سبحانه وتعالى هذا كون نهاية وتما كيكمل الكلام أنت ترفعون تحاكمون كمنوا إذا انتهى الأمر أبدا يعلق كل شيء فوصل فيه في الدنيا ولو بالكتاب والسنة يعلقه بمآل أخرى يعني وخر التشريع في الكتاب والسنة ماشي غير يعني ماشي قانون وضعي لا قانون إسلام أحكام من كتاب الله وسنة رسول الله ومع ذلك يقول لك ربي تعالى رمشي هنا يكمل الشغل هذه محكمة نسبية ولو استنبطت أحكامها من كتاب الله وسنة رسول الله فأي أحكام نسبية غير مطلقة الكمال المطلق لا يكون إلا في الحساب الأكبر نعوذ بالله من عواقبه يوم القيام ولذلك في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني الشوائد على هذا متواتر وهذه من المعلومات من تشري الإسلامي بالضرورة لمن يفقاه هذا الشأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يزوجون للناس يتخصموا عنده يدعو خرج سمع اللغط سمع اللغط يرونه يخرج من حجرات عليه الصلاة والسلام ووجدها خصمين اختصمان خصم يتنزع على شي حاجة مادية شي مان أو أرض أو شي من هذا القبيل كل واحد يدعي أنها له هذا يزعمه هي لي الأخر هي لي اختصمان فواحد فيهم مئة في المئة بغية كل أخر يعني جهلا أو ظنا أو كذا أو اجتهادا اجتهادا قد يدفعه شيء من الهوى قد فلذلك عليه الصلاة والسلام أخذ من منهج القرآن وهو عليه الصلاة والسلام الذي كان خلقه القرآن لا يتكلم بمنطق القرآن قال لهما إني بشر أنا ده بغى نطبق عليكم الكتاب والسنة هكذا كل يوم عليه الصلاة والسلام إني في المعنى ولكن أنا رأى بندم أنا بشر إني بشر وقد يكون بعضكم الحانة بحجته من بعض كانوا واحد عنده قدرة يعني خطابية وكيف هم زيان يعرفي تكلم زيان يعني عنده منهج المرافعة كما عند المحامين مرافعات يعني في مرافعة قوية شديد اللهجة قوي البيان فصيح اللسان لو قدرة نفسية على المضيف الصراع إلى أبعد الحدود وقد يكون بعضكم الحانة بحجتهم بعض فمن أعطيته أو قضيت له بحق مريء مسلم فإنما هي قطعة من نار أو من النار فليأخذها إن شاء أو ليتركها طيب أنا غادي نحكم بناتك هم غادي انتهت قدر زيما تقنعني وتفهمني بلا راك مظلوم ويقول القضية مقلوبة هذا كله مظلوم ما كعرفش يتكلم ومدلو ديلو ونعطيه لك انته أنا اجتهد الشي اللي يعلمني الله تعالى اللي اجتهد ديلي ولكن كنت اللي عارفش ركدير كون على علم بأن هذا الحق الذي تأخذه بغير حق من أخيك المسلم إنما هو قطعة من النار ستطوقها يوم القيامة فبغي تأخذ هذا عارفش كتأخذ وصير تحمل مسلم فهذا منهج الذي أقصد إنما هو بيان طبيعة الإسلام وطبيعة السنن الإلهي أنها لا تربط نهاية تشريع بالأرض فقط بل تربطه بمآله الأخرى وهنالك في الخير وفي الشر سواء يعني اللي دار الخير يجزاء الخير في الدنيا ولكن مشي الجزاء الكامل الجزاء الكامل للخير يكون في الآخرة واللي دار الشر والعياذ بالله يجدى الشر أيضا في الدنيا ولكن مشي الجزاء الكامل الجزاء الكامل على الشر والعياذ بالله لا يكون إلا في الجحيم نعود بالله منه فهذا المنطق يجعل المؤمن يحاكم نفسه بنفسه تحتاج شو أحد الذي يحقق معك ويبعتك لأنك تدرك آنئذ أن الله جل وعلا مطلع على خفاياك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير حينما وقع ما وقع للذين تخلف الثلاثة الذين تخلف أو خلفوا في معركة تابوك واعتذر كل من اعتذر من المنافقين أما الثلاثة الذين خلفوا يعني لم يجدوا لهم عذرا أحدهم قال وكعب بن مالك رضي الله وعنه كعب كان شاعر كان فصيح كن عنده واحد القوة ما شاء الله لا بغي يعني دو أخر واحد بلا هدرا فجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما خلفك يا كعب سيدنا محمد أول سلسل يعني يخاطبه كعبا ما خلفك يا كعب وقالها يعرف الغضب من وجهه عليه الصلاة والسلام لماذا وما بينش هدك الغضب المنافقين لأن هدوك غسل عليه وميديه هدوك حصاب جهنم ما عندهم ما يدر بيهم ولكن هذا دياله هذا صحابي جلي هذا من تربية الإيمانية الصالحة ما الذي حدث لك أنت مش بحرك أنت اللي يغيب لا غزو التابوك ما الذي خلفك يا كعب فكعب هذا قال له عليه الصلاة والسلام قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أصحابه قال له يا رسول الله إني مرء أوتيت جدلا أنا أحد الإنسان زمال فهمات ما كيش ليغلب لي نبغي زمال نصوب الكهدراء موجود إني مرء أوتيت جدلا لكني أعلم إن قلت كلاما اليوم يكشفه الوحي غدا ما من كلاب هذا رب العالمين إن قلت كلاما اليوم يكشفه الوحي غدا والله يا رسول الله ما لي من عذر سلم لله والرسول هذه النتجة التي سائلها القرآن حينما نتعامل مع أحكام الشريعة ومع الحكم على حقائق الأشياء حكم على حقائق الأشياء كلها يجب أن يحضر في بالي المسلم أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وأنه سبحانه وتعالى مستوين على عرشه يدبر أمر مملكته وهذا يحسس مع الأسف بسبب غفلتنا يغيب عنا فنضخم الأصنام الأرضية أصنام أصنام نظرية وأصنام بشرية نضخمها الدولة الفلانية والجبل الفلانية والجهة العلانية فعلت وستفعل وتدمر إذن لما تبقى الضخم هذه الأشياء فأنت تؤلهها من حيث لا تدري وهو منهج غير سليم ولذلك ورد في الآثر أن لا نصف الشيطان بخبائث الأعمال الكبرى من حيث التضخيم ما تبقاش تقول إبليس تبدأ الضخمه تبدأ تقول إبليس وعر وعفريته وكيف يفهمه قال عليه الصلاة في الحديث فإنه يتعاظم يعجبوا الحال إبليس نستعيد بالله منه هذه الصغة الشرية إذا ذكر الشيطان فقل أعوذ بالله من الشيطان الرئيب استجر بالله استعد به يرجمه أنا إذن رب العالمين يأمر برجمه ويرجمه ويخزاه أنا إذن ويغيس في الأرض حتى يغيب ويمتهي أمره فلما تلقى تعظم واحد الأوسان بشرية أو أممية وكما بغير تكون لك تخلق واحد يعني يعني الخوف في قلوب الناس هذا الخوف ستعبودي كي يقول لي ويعبدو من حيث لا يشعرون تلك الأصنام ووسائل لكي نكونوا حاضرين بعض وسائل الإعلام تصنعوا هذا بعض وسائل أنه وحد السياسة خطيرة جدا بعيدة أنك تهمك بلا تنتقد الدولة الفلانية ولا تنتقد الحضرة الفلانية لا تنتقده تخلعك بها لا أقل وراكسر لتجعلها واسلا مخيفا إذن أنا سيت بأن الله جل وعلا هو مالك الملك وأن الأرض كلها تسوي ضرة في الكون الذي يدبر سبحانه وتعالى ما هي البغي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات بكل ما فيها ومن عليه مطويات بيمينه نافي كي يولدك شطان صغير ذرة لا قيمة له وتعلموا أنا إذن أنما الملك لله الواحد القارب ولهذا هذا الشيء يعطيه وحد القوة نفسيا لمؤمن وهو الإيمان بحيث يستطيع أن يعيش في أحلاك الظروف وأن يتحدى جميع مراحل الإنهزام بكل أصنافه كما عاشه غير واحد من أهل الله وأهل العلم عبر التاريخ في أحلاك الظروف أيضا ولهذا الله سبحانه سبحانه وتعالى دائما لم يتكلم على هلاك الأمم في الدنيا من الذين أغرقوا أو الذين قذفوا بالحجارة أو الذين خسيفا بهم أو إلى خيره دائما يعقب بالمآل الأخرى مش كبير لنا بأن عالم الشهادة مرتبط بعالم الغيب عالم الشهادة مرتبط بعالم الغيب والفكر غير الإسلامي فلسفة الغربية إعلام الغربي فهمات ديال الآخرين صفة أما لما يستطعوا يفصلوا حينما يصلون إلى الفصلي في ذهن المؤمن بين عالم الغيب وعالم الشهادة ينجعون يعني الإعلام بالنسبة للإنسان غير المسلم كأنه دين بحل الدين وعندهم سهل بحيث أنهم عرفوا هذا الشيء النسر يعرفون أنهم خلطين المجتمعات الغربية يعني الإنسان أوروبي أو أمريكي أو الواحد ينبغي يشري غير شيء يستخدم ويستخدم الإعلام يعني يعرفش يشريها بكل دائما يشري الإعلام الشكل التلفزيونية أو الصحوف أو منشورات إعلامية أو الإنترنت لا أعرفش يشري بالإعلام إعلام صار عنده يعني واسطة يعني وثنية حقا كانت أباطلة فلذلك قد يكون كثير من الخير لو أفضل من ذلك الشيء الذي كان في الإعلام وما يمشيش لأنه فقط لا يمشي قدرة إعلامية بينما نحن عندهم محظة مرحلة هي اللي ولا كذلوها لماذا؟ لأننا نحن مسلمين والمسلم ليس شيء مدي مياه في المياه نصدره مدي ونصدره روحاني ولذلك شيء من التوكل رغم حطة اللي عندنا ورغم يعني ضعف الإيمان لموجودة البيئة مع ذلك الخير الكثير ما يزال موجودا ما زال الإنسان فيه نوع من التوكل فيه نوع من الاتباط بالغيب قد يحضروا وقد يغيبوا قد يضعفوا وقد يقوى فذلك هما محنين معنا إعلاميا ما عندهم؟ عندهم واحدة خدمة زيدة يحاولوا يوصلوا إلى واحدة مرحلة وهي أن يفصلوا في حس المسلم بين الارتباط المادي والارتباط الغيبي لما يوصلوا أننا يخلينا نرأي وغير بحالهم من حيث من حيث الحساب من لهم يحسبوا نفس الحساب ديالهم يغلبونا طيب يغلبونا إعلاميا بمعنى أنهم يقول للإنسان صفك يحسب غير المسائل الحسية المادية ويغيب عليك بأن الله تعالى لا يقع شيء في الكون بغير علمه ولا يقع شيء في الكون بغير إذنه إذا غاب عن حسك هذا فقد هزيمت قبل أن يخدم معك العملية الإعلامية ليقنعك بمنتجه أو بفلسفته أو بتغلبه عليك أنا بظهرمك يكون الإعلام الخدمة دياله هو غير يفهمك اللي رأي غالبك صف خالة ما زال ما تدبش معك وما غديش يدبش معك غير يفهمك بأنه غالبك اللي بأن يفهمك بأنه غالبك ما تأكل غير ماكلته ما تشرب غير شرابه ما تلبس غير لباسه فقد انتصر هذه النهاية دياله وهذا شيء يبغي فدخل معك في معركة بلا سلاح وانتصر عليك واستوعبك واستعمرك بالعذرة بالكلام والكلام له دور خطير جدا في حياة الإنسان لهذا إذن المؤمن لا يجوز شرعا أن يغيب عن ذهنه العمق الغيبي للوجود في حياته الشخصية والاجتماعية يعني من اللي تفق الصباح يجب أن ترتبط بالغيب ولذلك أول فعل نمارسه نصلي صلاة الفجري أول شيء بلاد من كينو ضمن ناس أول شيء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من النوم في آخر الليل وجو في الآخر يجلس على فراشية عليه الصلاة والسلام هذه معروفة من ناحية الفيزيولوجيا الطبية كينوش في إنسان نضاء وحده باش ميضخش يجلس على فراشية عليه الصلاة والسلام أول حاجة كيديرك يخذ عضل آرك يستاك وبعد ذلك يتوضى ثم الصلاة بعد التطهر مباشرة يتصل برب العالمين شيء عظيم جدا أول لحظة بحياة الإنسان يعني اليومية يتصل بمالك الملك يعني إنسان المؤمن كيف يكون يعني يرى شيء عظيم جدا يعني الشعور الكوني يكون عنده من اللحظة الأولى من حياته بينما واحد غفل أو واحد يعني ما عنده دين يعني كيقدر معاي فقر الناس تفكير دياله رغم ما قد نظل من أهميته صغير جزئي جدا تفكر في فطوره أو شيء مصفقة تجارية داك النهار عنده الأرض كلها شمعية المؤمن كيف يفكر ويتدبر في أمر مصيره ويرتبط بالله رب العالمين الصلاة مثلا تطوي الأراضيين والسماوات طيئة الكون كلك تطوي الدرجاتك لأنك اتصلت برب الكون وكنت له عبد في تلك اللحظة فتستنزل من أنوار أسمائه الحسنى قوة هائلة ما تقول السلام عليكم تقتحم الدنيا بقوة لا قبل للناس بها هذه البداية ديالهم وعبر اليوم دياله محتى تعلمونها من صلاة الخمس ومن النوافل على قدر ما يسير له إلى أن يختم ليله بما قدر له من الفريضة أو من النافلة لينام بعد تلك المسلم الحقيقي يعني كائن كوني مشغي أرضي في عقيدته وفي سلوكي وفي عبادته ولهذا فرب العزة في الوعدي والوعيد أي في صياق الحديث عن مآل أهل الخير وفي الصياق الحديث عن مآل أهل الشر دائما بعد ذكر أحكام الجزاء الدنيوي يعقب بأحكام الجزاء الأخرى حتى لا يبقى المؤمن أقول المؤمن رهين حسابات دنيوية ضيقة ولو كانت شرعية إسلامية ولو مع ذلك المؤمن يجب أن يربط كل أمر دنيوي بعمقه الغيب الذي هو المآل الأخرى وجعل سبحانه وتعالى يفصل نوع تفصيل في بعض صور العذاب وبعض صور النعيم لهؤلاء ولهؤلاء يقول جلو على إن المجرمين في ضلال وسعر هذا الوصف عجيب حقيقة مؤمنون يتأملون حقيقة لو بقينا مع كتاب الله كلمة كلمة لما استطاع الإنسان أن ينهي آية واحدة في عمره كله إن المجرمين يعني المفهوم ديال الجريمة بسبب التأثير ديالنا بالفكر الآخر نحرف نحرف من المفهوم ديال الجريمة والمجرم مشكوناه فصار المفهوم الجريمة عندنا مفهوم صغير جزئي قلت بسبب تأثيرنا بالفهمة ديالاخرين أي غير المسلمين ممن ترجمنا نصوصهم تشريعية وفهومهم تدبيرية المجرم هو واحد تعدان واحد لا أقل ولا أكثر صاف في ماله أو دامه أو كذا هنا حدود الجريمة تقريبا هناك الضر بينما وقرأه وقرأته بعض الأسيرة قبل قليل يعني يعني يوصف الإنسان بأنه لا طيف ما أدب الله عمره ما كيدي لي الحد ما كيصرق لي الحد ما هو لا شيء فقط فقط لا يصلي إسلام كيسميه مجرم هذه شريمة فلديك من فهوم جريمة في القرآن والسلام بشكل صغير ما مرتبط فقط يعني بنوع العلاقات البشرية مجال المعاملات ومجال الجناح ومجال كذا لأن الذي انتهك حقا من حقوق الله أو لا بالوصف بالإجراء من الذي انتهك حقا من حقوق الناس وهذا من القواعد الكلية في الدين ولذلك الكلام واضع جدا إن المجرمين إن المجرمين في ضلال وسعر نعوذ بالله من الضلال ومن سعر ولهيبها ودخانها فإذا مآلهم عقابهم وكل من اقترف أو اجتارم جرما يعاقبوا يوم يسحبون أي جر والعياذ بالله بشكل يعني فيه إهانة يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر لأن الوجه هو مناط الكبرياء لدى الإنسان وهذا النوع من الجريمة التي اقترف هؤلاء جريمة معنوية أي عدم الخضوع لرب الكون والتعدي على سلطان الله في الأرض بسبب الكبر والكبرياء فيسحبون ويفرون على وجوههم نعوذ بالله التي تحملوا كبرياءهم وأنخوتهم يسحبون على وجوه في النار ويقال لهم بهذا الأسلوب من السخرية والتهكم ذوقوا هذا هو الأمر الذي خرج عن مقصوده الأصلي اللغوي ليفيد السخرية ذوقوا مس سقر نعوذ بالله منه وسقر واضح اسمه من اسماء جهنم أو دركة من دركتها إنا كل شيء خلقناه بقدر يعني رب العالمين يقرر قاعدة عجيبة جدا إن كل شيء خلقناه بقدر كل شيء موزون كل شيء عند الوقت بياله لكل شيء ميزان ولكل شيء إبال وكلمة قدر هنا تفيد كل ما بني على ميزان سواء كان من حيث نظام المكان أو نظام الزمان يعني إذا شفت له هندسة دين الكون هندسة دقيقة دقيقة من أكبر كلياته إلى أصغر جزئياته من أصغر الكائنات والجراثيم الصغيرة التي قد لا ترى بالعين المجردة كل شيء دقيق وأيضا مقادير الزمان أعمار هذه الكائنات مدارات الأفلاك دورة الليل والنهار فهذه الساعة التي لا يؤمن بها الآخرون ينطق بها هذا النظام وينطق بها هذا الميزان وهذه المقادير المقدرة كما خلقه الله جل وعلا فلذلك دعه في غيه هامعا خليه خليه تايا خليه ضاو فستنطق الحقيقة نفسها حينما تقوم بصدمه إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا هذا النظام الذي سينتج هذه الحقيقة التي يستاع يعبر عنها الحقو سبحانه وتعالى بهذا التعبير القوي وما أمرنا أي هذا الأمر الذي يشكون فيه من أمر الساعة والقيامة والمآن الذي سيصلنا إليه من العذاب الشديد والضلال والسعر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر حل بندم غمضعين وحل قطع فإذا بكل شيء قد نهار يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا يعني عملية هدم الكون وبناء الكون يهدمه سبحانه وما أدرك ما الكون رأى واحد يعني عوالم لا يجمعها إلا كلمة بالفهم وإلا تصور لهذه العوالم يعجز عنه الإنسان يعني لو أريد تخيل تساء اللي في الكون ما تقدر هي بالخيال دي لا تستطيع غير كنقوله العالمين والعالمون العواني والسلام والكون كلمة أما أن تستطيع ذلك ذهن على كماله مستحيل العقل البشري لا عنده طاقة الاستعابية لكي يستوعب بالخيال بالخيال بالكون كله لا يستطيع فهذه السعر رب العالم يهدمها هدمه كيري بالكون من السماوات طبع عرضي وابنه بناء جديد كما بدأنا أول خلق نعيده هدش كله بشي يحط الأرض يدي الحشر يدي الساعة وكل ما سيقع في اليوم الآخر هدش كله وحدثك عنه رب العزة فيقول وما أمرنا إلا واحدة بربع كلمح بالبصر يعني رب الكون سبحانه الزمان يذوب بين يديه ومفروم الزمان يذوب بين رب العالم لأن الله هو الذي خلق الزمان والمخلوق لا يحكم الخالق سبحانه وتعالى عن ذلك علوك بل الله جل وعلا يسخر الزمان والمكان لماشا وكماشا وبماشا ولذلك لا يستطيع أحد أن يعرف حقيقة الأيام التي تحدث عنها من ستي فيما خلق الله وجل على السماء والأرض لا يستطيع فتلك مفاهيم أربانية لا علاقة لها بأزمينتنا ولا بمفاهيم نحن عن الزمان بل ذلك معنى مرتبط بحقيقة الفعل الإلهي ذاته سبحانه وتعالى عن كل شبيه وعن كل تمشيل ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر حقيقة الله الإخوة الكرام هذا من أعجب العجب على الشيء العجب ما شيء لأن الله أهلك الأمم البائدة ولقد أهلكنا أشياعكم أي من منهم على شكلتكم كفرعون وهامان وجنودهما وقوم نوط وقوم نوح وكذا وعاد السر الذي يعجب له الإنسان كيف أن ظلمها لا يتعظون بهذا التاريخ آه شيء عجب جدا فهل من مدكر ولا قد أهلكنا أشياعكم يعني نحاول ندير واحد ترجمة بالدريجة يعني تعرفوا يعني فهل من مدكر ما يعني بالدريجة يعني هالعار غير لي فكر مدكر يعني المخاخ الجمد العقل نشف الحقائق هاطقة صارخة شيء غريب جدا وما رأينا الطغاة عبر التاريخ إلا وقد كانت نهايتهم حالكة مظلمة بئيسة تعيسة فرادا كانوا أو أمم سواء كانوا من أفراد بلا كانت معسسات الناس يقولون لك الدعاب القوة كموت والضعف وهذه حقيقة في التاريخ البشري بل في الكون كله ولقد هلكنا شاعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر نحن يا رب تعالى متابعون سبحان وتعالى يعني البشر الإنسان فرضا كان وجماعة عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قوله الله لديه راقب العتين الزبر أي الكتب قيل في الكتب تسيري اللوحة المحفوظ قيل هي الصحف التي تكتب في أعمال بني آدم وكل صغير وكبير مستطر أي مستطر مكتوب أي ما يكتب في هذه الزبر لا يخفى على الله جل وعلا شيء منه لأنه يكتب كل شيء الكبير الصغير لا لأن الملائكة ما جبوا على الخطار لا لأن الملائكة الموكلين بالكتابة لهم قوة خاصة إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أي قوي ولذلك كل شيء كل شيء ينطق بالإنسان يستجدل عليه أو له ثم قال في خاتمة المطاف إن المتقين في جنات ونار أي أن المؤمن إذا أخذ العظة ورأى ما رأى من مآل الكفر فعليه أن ينشرح قلبه للمآل الصالح ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا لا يوئس العباد لا يوئس العباد لا يوئس العباد ما يأسكش وإنما تخويفه سبحانه تخويفه تروية من أجل أن تحب مولاك وأن تتعلق به لأنه لا يظلم أحدا بل رحمته قد سبقت غضبه وعفوه أكبر من عقابه جل وعلا إن المتقين أي الذين وقعت الرهبة في قنوبهم والخشية من تقوى في جنات وجعل هذا الجمع المنبسط جنات كأنها لا تنتهي ونهر وهذا من أجمل تعبير القرآن الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر ما قعد صدق أي التي هي الجنة هذا المقصود ليس فيه إلا الحق ليس فيه إلا السلام ليس فيه إلا الأمان كل شيء فيه واضح شفاف الصدق التام عند مليك مقتدر أي ما حدثنا عنه ما كلمنا عنه قادر سبحانه على إنجازه قادر على الوفاء بوعده قادر على إهلاك خلقه وإحياء خلقه وبناء كونه متأرد وكما أرد ومما أرد فيوصلك إلى الجنة إن شاء الله بقوة وبقدرة لا أحد يستطيع أن يحول بينك وبينه سبحانه وتعالى أو بين مراضيه بغير تخلقه وليس لنوشي وحده ما بغير أبدا أبدا عند مليك مقتدر خلق الكون قد به سبحانه وتعالى وقدر بالمآل يلوى بمصيره ولذلك كانت كما ذكرت في بداية الصورة صورة القمر فعلا من صور القرآنية التي تبعر والتي تربط أو تجعل الإنسان أكثر ثقة بالله كل صور القرآن خير ولكن عندها خصوصيات هذه فيها شيء عجيب جدا وهو كأنها متخصصة في بناء الثقة الثقة في الله والثقة بالله أحد علماء المسلمين في القرن الماضي يعني شاف يعني ذلك الهزيمة اللي وقعت العرب في 67 في مصر في العالم العربي كما يعني رجل شيخ كبير لا يزال بقيد الحياة ويأس بح الله معمر وعاش مع أجيال فيعني جاءوا الناس وبدو كيسولوه يعني شنو يعني هو من علماء المفكرين شنو الأمر يعني ما الذي حدث المسلمين ما الذي هزم الأمة ما الذي فقدر واحد محاضرة واحدة قال لهم دع دي أنه المشكلة دي أنه واحد الثقة بالله أولا الثقة بالله العبد إذا وثق بالله فقد بدأ الطريق تم عاد يبدأ بنير أصف ما جاء تشتري وإذا الميات قبل الله حتى حزمة نفعه وإذا تحام قرأ القرآن الكريم قرأ قلو الله أحد قرأت ثلث مرات قرأت مئة مر ما درت لي فهو يعني مشكلته أن حضور العقيدة في الدين مهزوز يعني إمامه بالقرآن مهزوز ولذلك يعني يقول العامة واحد الكلمة هي حق وباطل في صيغتها باطل ولكن مقصود بها حق يقولوا بسم الله الرحمن كالدصر الجنون ما يقصدوا بها هي اللي يسمعها ما ممزين شي عبارة ما ممزين ولكن معناه بغير يقول واحد معناه ممزين يعني هذه كلمة الشعبية اللي يقولوا الجن جاي يعلم ولده شكل يضرب وشكل يسكن دخل الحمام جاي واحد داخل متفتف كي يخاف من السطورة وقال له بحال هذا كنضرب وجاي واحد كي يضرب اصطل معا اصطل ما حيرتز يقوله بحال ده رجل النو بمعناه أنه ما عنده اشتق هذا كمرأة داخل وخلق يقرأ بسم الله مرحيم ما تيقش فرص ما تيقش بسم الله مرحيم ما تنفعوش أبدا إنما تنفع الآية من أخذ هكما يأخذ موسى عاصاه وأن انقعاصك وتخرج فيها شغل يدير فهذا تنفعه وزياده بحال يزلزل به الجبال مش غجن ولذلك إذا أخذ الإنسان ثقة بالله من كتب الله والله لا يقف بين يديه شيء اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل ورزقنا جناب ودعنا لكم الشكرين